نحو ثلاثة أشهر مرت ولا نزلوا بعيدين كل البعد عن كبح جماح فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 والذي حصد أرواح الآلاف حول العالم ولا يزالوا يفعلوا ذلك حتى هذه اللحظة فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر وآخر العام الماضي بدأنا نسمع عن الفيروس من وهان الصينية وهان الصينية من الطبيعي أن ينتقل منها إلى الجيران كاليابان والتايلاند وكوريا الجنوبية ولكنه عبر قارات العالم ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة لفرنسا فكانت أول دولة أوروبية تعلن عن وجود حالات إصابة تلتها ألمانيا فكندا أما عن العالم العربي فكانت الإمارات في فبراير أول الدول التي تعلن إصابات فيها وتلتها مصر كأول دولة في أفريقيا ثم انتشر الفيروس في بقاع الأرض وعدم إعلان بعض الدول عن إصابات كجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية وتركمانستان لا يعني بالضرورة انتفاء وجود حالات مصابة على أراضي هذه البلاد بالأمس تخطت أعداد المصابين المؤكدين حول العالم حاجز المليون ولكن أعداد المتعافين جيدة أيضا فتجاوزت مائتين وعشرة ألاف أي عشرين في المائة تقريبا من المصابين الآن الأنظار كلها تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطت وفياتها بالأمس ألفا ومائتين قفزة توقع الخبراء أنها ستحول الولايات المتحدة إلى مركز عالميا للفيروس أما بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد انتقد مؤخرا للتأخر في اتخاذ المزيد من الإجراءات ولكنه أكد أنه باتباع تعليماته الأخيرة والتي تضمنت التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل ستجعله قادرا على إنقاذ أرواح الكثيرين نحن نواجه مرحلة حريجة في حربنا ضد فيروس كورونا إنه في غاية الأهمية أن يتبع كل المواطنين التوجيهات لمدة ثلاثين يوما لإبطاء انتشار الفيروس التضحية التي نقدمها خلال الأربعة أسابيع القادمة سننقذ من خلالها أرواح لا حصر لها سننقذ عددا كبيرا من أرواح الأمريكيين نحن نتحكم في مصائرنا بشكل كبير ورغم تزايد أعداد المصابين إلا أن مدينة وهان الصينية مركز انتشار الفيروس بدأت في فتح أبوابها بشكل جزئي فبعد حجر صحي دام شهرين عادت المواصلات العامة للعمل وخرج السكان للتبضع وتم سماح بدخول المدينة ولكن حتى الآن لم يتم السماح بالخروج منها المدينة شهدت إصابة نحو خمسين ألف شخص وتوفي إثر الإصابة ثلاثة آلاف شخص على الأقل المغردون أعربوا عن قلقهم بسبب انتشار الفيروس السريع غادة تقول بسبب قلة الوعي وعدم الالتزام بالتعليمات والاستهتار بالتحذيرات مليون مصاب بالكورونا أما دويكس فغردت تقول تدرون أنه مليون مصاب حول العالم بكورونا وتدرون أنه أنتو مش منها المنصابين يعني أنتو محظوظين وفي نعمة والنعمة يبالها محافظ ويبالها حمد وشكر أما بالنسبة لعالق فيقول بكل أسف سلوك الوباء ينذر بما هو أسوأ فالفقاعة كل يوم تكبر احتجنا لاثني عشر أسبوعا علشان نوصل لنص مليون مصاب بنهاية الأسبوع الماضي واحتجنا لأسبوع واحد فقط لنصل إلى مليون مصاب بنهاية هذا الأسبوع احسبوها والله يكفينا وياكم الشر الموضوع خطير للي يفكر في ظل تضاعف أعداد المصابين يبقى سؤال واحد عالق من دون إجابة حتى الآن كم من الزمن سيستمر الوباء قبل أن يستطيع العلامة إيجاد لقاح مناسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر